وصلت وزارة الدخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والباية بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت الدخلية خلال 24 ساعة من ضبط 750 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت نحو 251 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 56 طن وفي مجالي الحجب والباية بأسعار أزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض وعدم توريد أرز الشعير تم ضبط 120 طن وفي مجالي الباية بأزيد من السعر الرسمي لسلع الغدائية تم ضبط 15 طن وفي مجالي حجب مواد البناء تم ضبط 60 طن أسمنت وفي مجالي قضايا المخابز تم ضبط 459 قضية من بينها 189 قضية خبز ناقص الوزن و155 قضية خبز غير مطابق للمصفات وفي مجالي قضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 12 قضية بمضبطات بلغت نحو 82 طن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر